بعث الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى الرئيس بول بايا رئيس جمهورية الكاميرون هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني لبلاده الصديقة وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التبريكات لرئيس بول متمنيا له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية الكاميرون التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنماء